اشتركوا في القناة وقربة إلى الله ومنهات عن الإثم وتكفير للصيئات ومطردة للداء عن الجسد رواه الترمذي قوله عليكم بقيام الليل أي التهجد فيه وقوله فإنه داب الصالحين أي عادتهم وسأنهم وطريقتهم وقربة إلى الله أي أعظم ما يتقرب به إلى الله ومنهات عن الإثم أي عن ارتكابه قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقوله وتكفير للسيئات أي مكفر للسيئات وساتر لها وقوله ومطردة للداء عن الجسد أي طارد ومبعد للداء عن البدن وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل متفق عليه ومكتطاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرف تعين إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته